موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات التوعية بأمراض القلب الشرائين موضوعنا اليوم موضوع مهم جداً ومعظم الناس تعاني منه وهو مرتفاع ضغط الدم في قسم الإنسان ارتفاع ضغط الدم في قسم الإنسان له أعراض مهمة جداً ونفس الشيء هو مرتبط أيضاً بأمراض القلب والشرائين طبعاً يؤدي إلى الصداع الشديد وأيضاً أحياناً الغثيان أو الإغماع فالشخص الذي يعاني من ارتفاع في ضغط الدم يفضل أن يذهب إلى أقرب مؤسسة صحية طبعاً هذا الضغط الدم له علاقة أيضاً بأمراض القلب والشرائين مع بقية الأمراض الأخرى مثل أمراض السكر والدهون والزيوت وأيضاً العادات الصحية السيئة جداً اللي هي مثل الشرب الكحوليات أو الترخين مجملاً هذه الأشياء تؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم ثم تؤدي إلى أمراض في الأمراض القلب والشرائين طبعاً الأشخاص الذين يعانون من امراض الضغط طبعاً قد يؤدي إلى الصيام إلى ارتفاع شديد في ضغط الدم مما يؤدي إلى أعراض مهمة جداً اللي هو الصداع والخمول والتعب فمثل هذا الأشخاص يجب عليهم أن لا يتوقف عن أخذ أدوية الضغط ويجب عليهم مراقعة أقرب مؤسسة صحية بحيث أن يأخذوا الإقراءات اللازمة ويقومون بقياس الضغط عند هذا الأشخاص نفس الشيء الأشخاص اللي يكون معاهم ارتفاع في السكر نفس الشيء نفس الطريقة يجب عليهم الذهاب إلى أي مؤسسة صحية لقياسات السكر بالنسبة للزيوت والدهون يجب عليهم أيضاً بالمحافظة على التغذية المتوازنة وشرب هدوية الدهون بانتظام طبعاً مجملاً في هذه الحلقة أنا أنصح أي شخص يكون يعاني من ارتفاع في ضغط الدم يعاني من هذه الأعراض اللي هي أعراض الصداع والخمول والتعب مراقعة أقرب مؤسسة صحية بحيث أنه يأخذ الأدوية بانتظام ونفس الوقت مع هذه الأدوية التي يأخذها بانتظام أن يقوم أيضاً بالقياس المستمر في شهر رمضان فضيل وأيضاً يفضل على أنه يتناول الأدوية وعدم الصيام إذا كان الارتفاع الشديد وفي حدود هذا في وقت الصيام من حدود 12 إلى 14 ساعة يستمر في ارتفاع الضغط فيفضل أن يأخذ هذا الأدوية وعدم الصيام طبعاً كل هذه الأشياء تكون بعد استشارة الطبيب المختص في هذا المجال في المؤسسة الصحية قبل القيامة والإقدام بقطع أدوية أو استمرار بأي أدوية وشكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر